وصلنا لفكرة كتير مهمة ورح بتكون موجودة بكل مشروع أنا بساويه اللي هي الـ Data Base يعني قاعدة البيانات اللي بخزن فيها كل معلوماتي لأنه أكيد ما رح ضل ماشي مثل قبل ضمن الكورس بدون قاعدة بيانات لا هلأ صار لازم خزن معلوماتي ضمن مكان كرمال احفظهم وارجع لقلهم امتى ما بديه طبعا هي المعلومات بتخزن ضمن جداول فيه أسطور وفيه أعمدة مثلا عمود الأسماء فبيكون كل شخص فيه إلو اسم مخزن ضمن هذا الجدول طيب أنا لو أسع لكم الخيال تبعكم في حال كان فيه أشخاص ما بتعرف كيف بيكون الجدول وكيف بتخزن فيه المعلومات هلأ رح فرجيكم كيف بيكون ضمن الـ Data Base اللي بالـ Laravel لاحظوا معي طبعا هذا المكان اللي أنا فاتح عليه هلأ بالفيديو الجاي بنتعلم كيف بندخل لهذا المكان لكن هلأ بس مجرد فينا نقول تغذية بصرية أي شيء فيكم تعتبروه بس لنعرف شو الشي اللي بنساوي شو يعنى طيب شوفوا عندي هذا الـ Table طيب هذا الجدول فيه له أعمدة هذه العمود الأول اسمه الـ ID عندي name عندي email password title description وغيرها من المعلومات طبعا الجدول بيكون حسب احتياجي مثلا جدول لـ User للمستخدمين بيكون فيه اسم المستخدم email password أي شيء أنا بيلزمني من هذا المستخدم فأنا بدخله ضمن الجدول كرمال واتسجل المستخدم فبيدخلي هاي المعلومات طيب لن فرض أنا عندي هذا المثال الحالي لاحظوا كيف عندي عمود الـ ID كل شخص فيه له ID فريد تمام هذه النقطة بدنا نتفق عليها دائما طبعا هي معروفة ان الـ ID هو عبارة عن unique يعني ممنوع يتكرر ضمن الجدول كل سجل يعني كل شخص تمام يعني كل سطر فيه له ID فريد مثلا هذا الـ ID واحد هذا هو الشخص طيب الـ ID 2 هذا هو الشخص الـ ID 3 هذا الشخص وهكذا تمام يعني هذا الـ ID هو بميزه لهذا الشخص مثل هويتك الرقم اللي بيكون مميز فهذا الرقم محده بيكون عنده يامتلك يعني الميز بين شخصين طبعا ممكن يكون يتشابه الاسم ممكن يكون متشابه الإيميل ممكن يكون متشابه الباسورد لكن الشيء المميز الوحيد دائما رح بيكون اللي هو الـ ID كثير ممتاز لاحظوا الشخص الأول كيف عنده الـ ID واحد عنده اسمه كذا عنده الإيميل كذا لاحظوا كيف معلوماته كل مدخله من سطر تمام وغيره من المعلومات طبعا أنا حسب احتياجي بكون مدخله تمام وعندي الشخص الثاني كمان نفس الأمر اللي هو تاني سطر ضمن هذا الجدول فيه له كل معلوماته مدخله وثالث شخص لهكذا تخيلوا معي قدراج الكمية كبيرة بتكون فتخيلوا لو أنا عندي مئات الأشخاص أو حتى آلاف الأشخاص طبعا هاي الكمية كل لو عندي خزنة طبعا بيخزنة بالـ DataBase كثير ممتاز إن شاء الله تكون وسطكم الفكرة بالشكل الصحيح طيب نرجع هلا صار عندي فكرة بنيحة شو معنى DataBase طيب Task Manager إدارة المهام خطر لي هاد البيصال أنه نصير نمشي عليه بالفيديوهات الجاية يلي هو كالآتي أنه نحنا كلنا أو أغلبنا عنده مهام يومية بيكون ملتزم فيها مثلا باليوم الفلاني أول ما يفيد يساوي كذا بعدها كذا مهمة كذا عنده جدول ماشي عليه بالترتيب ممكن يكون مسجلة على ورقة وممكن يكون حافظة بعقله كونه هاي الشغلات بتخصها يعني طيب المهم أنه هاي المهام اللي بيساوية خلال اليوم أنت أو أي شخص فكل مهمة إلى عنوان مثلا أنا عندي أول مهمة بهذا اليوم أني أتعلم لرفل طيب ممتاز شو عنوان المهمة؟ عنوانه أني أتعلم لرفل يعني أول مهمة فيه إلى عندي عنوان تمامي اللي هو التويتل أنا عندي عنوان للمهمة الأولى طيب برأيكم هل كافي أنه يكون للمهمات بس عنوان؟ يعني عنوان المهمة أنه أتعلم لرفل؟ لا يعني بدي وضح أكثر أنا لحالي لأعرف شو بدي أتعلم من اللرفل لأنه مثلا كل يوم بتعلم لرفل لكن لازم يكون فيه إلى وصف لهاي يعني مثلا بدي أتعلم ضمن لرفل مفهوم كذا وكذا ومثلا عندي تسليم مهمة لرفل لشخص معين وغيرها من الأمور يعني المهمة رح بيكون فيه إلى وصف تمامي اللي هو التويتل كثير ممتاز يعني هيصار عندي عنوان للمهمة اللي بساوية بشكل يومي ووصف للمهمة تابعي طيب كمان شو ممكن تختروا لكم أمور؟ فكروا فيها هيك شوي مونة المهام عندي إياها كلنا مرتبة أولويات طبعا دمنا نعرف بكل الحياة عباره عن أولويات فعندي مثلا أولوية الي هي البريوريتي مثلا عندي أهمة أولوية والله أنه كل يوم اتعلم لرفل أنا تمام يعني خلص شو ما صار أنا خلص بهذ اليوم أعلى أولوية بيدي يتعلم لرفل شو ما صار تمام فأعطيه أنا أعلى أولوية الرقم واحد مثلا نفرض أن عندي Mix خل volunte charcoal 1 يعني الواحد أعلى مهمة تمام وكل شخص طبعا عنده أولويات بحياته طيب هاي المهام بالحياة الواقعية أنا فكيف بسجلة؟ بسجلة طبعا يعني نقول مثل ما حكينا يابسجلة على ورقة انه أنا ماشي على هاد البرنامج كل يوم بساوي المهمة كذا المهمة كذا او مسجلة بعقلية كونه كل يوم بكررة مثلا عرفان حالي شو بدي ساوي الفيديو جاي بدي احضر الفيديو الفلاني بدي بلش بشي شغلة تانية طبعا هاد الشي بخصك لكن تخيل لو انك بدك تساوي برنامج إدارة مهام تمام يعني عندك مثل ما حكينا عندك أعلاف الأشخاص مئات الأشخاص ملايين الأشخاص ممكن فانت كتدير مهام أكيد والله ما رح تمسك هالورقة وقلم وتعد سجل كل واحد شو مهمته شو العنوان بسجله شو الوصف تابعه وقديش أولويته أكيد لا يعني فلهيك أنا المهام تابعي بخزنا ضمن الاتابيز كل شخص لاحظوا أنا شو ساويت هلأ شفتوا قبل شوي كيف كان عندي الأعمدة أنا شو ساويت هلأ ملاحظين أنه ساويت الأعمدة تابعي يعني صار مهمة يلي هو جدول التاسك تمام صار فيه إلو العنوان يلي هو التايتل صار فيه إلو الديسكريبشن وصار فيه إلو بريوريتي ممكن نضيف كمان استيتاس برأيكم مثلا أنه إحالة هذا المهمة أنه مثلا اكتملت ولا ما اكتملت تمام بتكون مثل إنهم يعني يا بتكون اكتملت يا ما اكتملت تمام فبين خيارين بتكون بعدين هي الإضافات لقدامي يعني بنصير بنساوية لكن هلأ خلينا بشكل مبدئي على هذا المنظر اللي هو التايتل ديسكريبشن بريوريتي طبعا الإيدي شيء أساسي لهيك أنا هلأ بالفيديوهات الجاية بدي صير ساوي برنامج إدارة مهام صار عندي فكرة منيحة هلأ شو الشي اللي بدي أشتغله كل فترة بنصير بنساوي إضافات زيادة على إدارة المهام بنتعلم شغلات على هلأساس علاقات وكيف ببعث مثلا على الداتا بيز كيف بكرية مهمة كيف بحدث مهمة كيف بحزف مهمة طبعا كل هاي الشغلات بتطبق على الداتا بيز من وين من اللارفل يعني بعدين بنتعلم كيف بربط الداتا بيز بكود اللارفل يعني بالمشروع هاي بالفيديو الجاية هذا الفيديو رح بيكون بس مجرد شي نظري تمام قبل ما انهي هادي الفيديو بدياكم تتعرفوا على هادي الشي يلي هو رح روح على رح فوض على كرمال اذا بتحبوا تقرؤوا شوي من شو معنى لانه هي المسؤولة عن هي اللي بتساوي عمليات التعديل وهي في الجداول وفي الكولوم اللي هي الأعمدة يعني كل شي معلومات موجودة بتتحكم فيها رح سكر هاي طبعا انا هلا وين صرت عشو عم دور عم دور على تمام هاي الدياتا بيز رح بتلاحظوا موجود ضمن تمام هاي هي المسؤولة عن كل عمليات الجداول هاي المايقراشن انا بهذا الفيديو ما رح احكي ابدا عن رح خليها للفيديو الجاي بس انتو اذا بتحبوا اقرؤوا قبل ما تبلشوا الفيديو الجاي اقرؤوا عن الانترو دكشن لمايقراشن اقرؤوا مثلا عن كيف بتولد مايقراشن كيف بتساوي التابل بس هيك يعني مجرد قراءة لا تفهموا شوي عن الدوكيومنتيشن وطبعا عادي اذا يعني اذا ما بتحب تقرأ بتحب تسمع اكتر فانا طبعا بالفيديو الجاي رح بلش اشرح كل شي عن مايقراشن مجرد 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 مجرد